الزمالك يسحق الترجي بثلاثية ويستعيد مرة أخرى الأمل في الصعود لدور التمانية من دوري أبطال أفريقيا في مجموعة قوية جدا 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 أهل فرقة فيها عندها أربع نقط وهم الزمالك والمريخ كل واحد أربع نقط وفويهم مركز تاني شباب بلوزداد ست نقط ومركز أول ترجي وبإذن الله بإذن الله بإذن الله بعد ما كنت فقد الأمل تماما أن الزمالك ممكن يصعد أصلا من المجموعة دي بعد أداء الزمالك النهاردة في الشوت الأول مش هقول التاني وبعد أن الزمالك قدر أنه يكسب الترجي 3-1 وإن شاء الله اللعيبة تكون دي بداية انطلاقة وبداية دفع على نادي الزمالك أنه هو يقدر يعمل حاجة في دوري أبطال أفريقيا السنادي يا رب يا رب نتمنى من الله عندك ماتش قوي جدا الماتش الجاي بدوري أبطال أفريقيا مع شباب بلوزداد هناك في الجزائر إذا الزمالك يعني إذا ربنا أرادوا الزمالك قدر أنه يكسب شباب بلوزداد هناك بنسبة كبيرة الزمالك يبقى صاعد ليه لأنه بعد كده لعبة مريخ في مصر ومحترامي للمريخ ومحترامي لكل الشعب السوداني المريخ مش فريق يعني قوي قوي هنا ممكن نقدر نكسبه بعد ما كنت ترجل اللي هو طب المجموعة بس عندنا عقبة كبيرة جدا هو نادي شباب بلوزداد في الجزائر الموضوع هيبقى صعب جدا جدا علينا مع شباب بلوزداد في الجزائر شباب بلوزداد مركز تاني ست نقاط ويعني الترجي تسع نقاط مركز أول والمريخ أربع نقاط والزمالك أربع نقاط في المركز الثالث والرابع النهاردة جماعة أنا عارف أن الزمالك شوط التاني ما كانش قد كده والترجي كان ضغط علينا جدا ولكن على الأقل حتى لما الترجي ضغط عليك أنت قدرت أنت تعمل مرتدات قدرت أنت توصل لغاية الجنة عندهم مرة واثنين ولكن طبعا عندنا فيه لعيبة غريبة وصفقات غريبة وعجيبة حد زي إبراهيمان أضايضة أكتر إنسان في العالم بيبطأ الهجمة هما فيه تنين عمتا واحد في الأهلي واحد في الزمالك دايما ما تفهمش فيه إيه بس يعني إبراهيمان أضاي مؤخرا أنه بلعبش كتير بس برضو يعني اليوم لا بيبطأوا الهجمة الأهلي دايما تلاقي قفشة الكرة تجيله يروح اللافف بجسمه ومرجع الكرة وراء مش عايز يكمل مش عايز يبصي في البصل عيد لا معرفش فيه حاجة غريبة جدا وحتى أصدقاء الألوية كلهم مستقين ومدهيين جدا في الزمالك اكتشفنا حد جميل جدا نسمه براهيمان أضاي الكرة تجيله ورايح عالجون يقول لك إيه ده هروح عالجون يا نهار الزرق هعمل إيه لنك معرفش يروح راجع تاني ورا تجيله الكرة تاني النهاردة يروح راجع تاني ورا في حاجة ياسطف في حاجة يابا يابا الاتجاه كده يابا أنت كده ماشي رومجو كده ماشي عكس يابا امشي كده يابا يا عم إبراهيمان أضاي يا نجم يا عسلية فيه ايه وكابتن سامسونج فين كابتن سامسونج اللي بياخد بياخد كم خمسة وسبعين مليون جنيه واربع مواسم فين عرفوني بس كده فين بالله عليك مش مش كده خلينا نفرح النهاردة وبلاش ايه بلاش نكد وكل ماتش بواحد بقى متنكل وطلع مخنوق خلينا نفرح سيب نفرح أتمنى يا رب يا رب الزمالك يقدر يسعد كده زمالك يكسب بلوزداد يا رب يعني يبقى سبع نوقت وبلوزداد ستة والترجي يكسب بمريخ يبقى الترجي ايه تسعة حلو يبقى الترجي كام تسعة اه اتناشر اتناشر ترجي سبع زمالك ستة بلوزداد واربع مريخ يجي الزمالك يكسب المريخ يبقى الزمالك عشرة والمريخ زي ما هو اربعة وبلوزداد يلعب الترجي حتى لو بلوزداد كسب يبقى تسعة والزمالك عشرة يعني يعني الزمالك تاني لو كسب بلوزداد هيبقى فرصه قوية جدا 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 في الصعود في حالة انه هو يكسب بلوزداد ومريخ طب تخيل بقى يا صديق العزيز المريخ يكسب الترجي يا نهر يزرق والزمان يكسب بلوزداد يبقى زمان يكسب 7 ومريخ 7 وبلوزداد 6 والترجي 9 ماشي يبقى كده المباراة الأخيرة دي تكسير عظام هي حزبة برمة واحنا اللي حطرنا نفسنا في الموقف ده ولكن يعني خلي الأمل موجود ولسه الأمل موجود وسيبقى كده على الله وربنا إن شاء الله يكرم موقف الزمالك والأهلي متقزم جدا 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 هذا الموسم في دورة أبطال أفريقيا والموضوع صعب جدا أهله عنده مباراة قوية وصعبة أوي 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 مع سان داونز في جنوب أفريقيا المباراة القادمة والزمالك المباراة القادمة مع بلوزداد في الجزائر لو الأهلي خسر من سان داونز والزمالك خسر من بلوزداد اعتقد بنسبة كبيرة اهلي وزمالك هيودعه دورة عبطال افريقيا مش هسعده اعتقد هيباريسة فيه امل بس امل ضعيف لو الاهلي كسب سانداونز والزمالك كسب شباب بلوزداد بازن واحد احد فرصة صعود الزمالك والاهلي كبيرة لدور التاني واللي هو يعني دور التمانية وان الاهلي يطلع تاني والزمالك تاني برضه الحمد لله ايه يبعده عن بعض يقبلوش بعض الاول يقبل التاني في كل مجموعة فييبقى ايه ما علينا فربنا يسطر في اللي جاي خذينا نكون وقعين فيريرا النهاردة مع الزمالك ما كانش احسن حاجة ولكن اللي فاد الزمالك النهاردة هو عودة الروح مرة اخرى لدينامو الزمالك زيزو زيزو النهاردة في الثلاث اهداب بتوع الزمالك جاب جون وصنع جونين صنع جون لسيف فاروق جعفر وجون لسيف الدني الجزيري وجاب جون من ضرب الجزاء فتاني بقول لك زيزو هو دينامو نادي الزمالك زيزو بيتحرك وبيكون فايق في فورمته الزمالك كله بقى فايق انا اكيد مش مبسوط ان الزمالك محتمل على لعب واحد او بنسبة كبيرة على لعب زي زيزو كان الاول زيزو وامام عشور الزمالك عشور خاص ايه ربنا وفقه في الاحتراف فزيزو لما فاء جاب جون من ضرب الجزاء حلق ده الصدق لايقا والدكورة لسيف الدني الجزيري على دماغه وجيبها جون والدكورة لسيف فاروق جعفر امام المرمى عشان يجبها جون فاذا زيزو لما رجع وفاء واشتغل قدر ان هو يخلي الزمالك يكسب ولو جيت بص على السيزون اللي فاتت بالزات السيزون اللي فاتت بالزاب سيزون زي قصدي يعني جمع سيزون يعني والسيزون اللي فات ده على طول زيزو عمل فيه ايه زيزو تقريبا جاب نص جون الزمالك وصنعها يعني بشارك تقريبا في 38 جون فرقم اسطوري يعني فهتلاقي زيزو عمل اساسي ومؤثر جدا مع الزمالك وكان معا امام عشوب فلما زيزو يشتغل زيزون بقول لك ايه الزمالك يشتغل طيب المباراة قادمة يعني انا اتمنى شكبالا يبدأ مع زيزو بس ساعتها زيزو بيتظلم بيلعب زيزو يمين مفروض اصلا يعني زيزو وشكبالا ما يبدأوش سوال يعني زيزو بيلعب ومجرايت وشكبالا ومجرايت فممكن يلعب شكبالا تحت رأس الحربة بقوا خلاص يعني اتمنى انا بس الممم عايز اي حد يعني اسف فرق اسف اسمه يوسف اسامة النبي اي حد ما كان مصطفى الشلبي اي حد اي حد لاعب لاعب محمد صبحة ومحمد عوض ما كان مصطفى الشلبي بس ما لاعبش مصطفى الشلبي يعني اتمنى 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 وربنا رب انفق في صورة فريرة ونقدر نكسب بقية المنشاطة اللي جاية واسامة نبيه ما يستقلش من الفريق انه قال انه بعد بعد ماتش الترجع هيستقيل او هيرحل هنشوف اللي جاي ان شاء الله يا رب يا رب يا رب ربنا يوفق الزمالك ووفق الاهلي ويصعدوا ان شاء الله لدور التمانية ويشرفوا كرة المصرية المهمة صعبة جدا في دورة ابطال افريقيا السنة دي لكن ربنا كبير والاهلي والزمالك اكبر فرائتين في افريقيا قادرين باذن الله على الصعود لدور التمانية وانهم يشرفوا مصر باذن الله تعالى في دورة ابطال افريقيا